يهدأ صوت السلاح فيرتفع صوت العقل وتتعزز القناعة لدى المزيد من السوريين أن الحوار والمصالحات هي السبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء هنا في درعة يتوفد المواطنون من جميع القرى والبلدات لتسوية أوضاعهم والعودة إلى رحاب الدولة بعد خمس سنين من القتال بلا طائل سوى خدمة مشاريع ليست في مصلحة السوريين كما يقولون اليوم عندنا بلدات كاملة تريد أو أتت إلى المصالحة الآن في هذا المكان الطيب عندنا من إبطع عندنا من داعل عندنا من جميع قرى حوران تواصلت مع كثير من أهلنا في المناطق الغربية من طفاس من تلشهاب من بيت آرى من معرية من جملة كثير منهم الآن أتوا إلينا للمصالحة وهي تأسيس كامل على نطاق المصالحات ومشروع ناجح جدا لحقن الدماء فمبادر السلام الجنوب الآن تؤتي ثمارها حقيقة على نطاق سوريا كاملة وستعمم بإذن الله إلى كل أنحاء الوطن الحبيب ما بدنا غريب يظل بيناتنا هم اللي بيحرقونا وهم اللي عم يهينونا وهم اللي عم يضرونا إحنا بدنا الشعب السوري يظل إيد بإيد إحنا الشعب السوري وقال يعني أنا أسعد إنساني بهذا اليوم لما شفت المنظر وهالشباب اللي اللي مو حرامة موت الشباب مو حرامة موت الناس ساي ليش؟ نرضي أمريكا وإسرائيل ويأخذوا بلدنا برد ما فيها شاب الكثير من الموجودين هنا كانوا من حملات السلاح وبعضهم كان من قادلة المجموعات المسلحة يعودون اليوم مصححين اتجاه البندوقية لتكون ضد اليد الغريبة والفكر المتطرف الداخلي على بلدهم يعني وضعي بالأول كان مع الشباب المسلحين وإن شاء الله أنه بنتمنى أنه من كل الشباب أنه يرجعوا وصالحوا الوطن ورجعوا لأحضن الوطن وبالتالي إحنا بلاد وطن واحد عم نقتل بعضنا ودمرنا بعضنا والحقنا مثلا يعني الناس غريبي وإحنا شونا ليش إحنا نقتل مثلا أنا لا أقتل ابن بلدي ابن بلدي يقتني وبتمنى أنه من كل الشباب أنه يرجعوا لأحضن الوطن ويعني وتكون هاي بادرة خير ووقف اطلاق النار ويستمر مثلا درعب ووقف اطلاق النار وتكون المصالحات يعني بصدق كله صار يعرف الصح والغلط والنوايا الخارجية والتدفق الإرهاب والآخره وتدمير البلد والآخره الحمد لله يعني شوي شوي نرجع إن شاء الله الهدنة وأجواء المصالحات كانت دافعا لإدخال المزيد من قوافل الإغاثة باتجاه مناطق ما زالت تشهد وجودا مسلحا كأبطاع وداعل التي يمنع المسلحون أهلها من إكمال مصالحاتهم مع الدولة حيث قطعوا عليهم طريق الزهابي للتوقيع على التسوية لكن من وصل منهم يؤكد أن المصالحات قد أصبحت مطلبا شعبيا لن يتمكن المسلحون من إفشالها لن تكون المصالحة الأولى في درعا بعد الهدنة فالتجربة الناجحة لوقف إطلاق النار يعزز مبادرات اللقاء والحوار والمصالحات الوطنية التي هي الحل الأمثل برأي السوريين سامر زرقا بلاد الفضائية محافظة درعا